أنا جاني سؤال من كلامكم يا حبيب العفو يعني السؤال يا حبيب من كلامكم الدجال هذا مخلوق إحنا خلاص أيقنا به طب هل هو من الإنس هل هو من الجن إيش شغلته هذا الدجال الدجال من بني آدم تبعنا يعني الدجال تبعنا ومننا وفينا ولهذا فتنته خطيرة عجيب لأن فيه صبغة شيطانية مع طبيعته البشرية فهو شيطان إنسان فهو مقتبس ظلمة الشيطان وفكره وهو صنعة الشيطان صنعة إبليس وهو المدخل الكبير على بني آدم ولذلك هناك قولين في الدجال عند أهل العلم والباحثين المتخصصين في قضايا الفتن وعلامات الساعة الذين بحثوا في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التال على قضية الدجال فقالوا الدجال هو إحدى أمرين هو إجماعا هو من بني آدم طبعا إجماعا لكن هل الدجال هو شخصية وحده يعني هو موجود من زمان معين وطال الله عمره كما يدل على ذلك دلالات منها الحديث الصحيح حديث تميم الداري أنه رأى الدجال في الجزيرة التي فيها الجساسة وشاف الدجال وسألهم الأسئلة ما نطول بذكر كل هذا التفصيل لكن حديث صحيح والنبي وثقه وصعد على المنبر وقال كنت حدثتكم بحديث وإن تميم الداري أخبرني بما كنت قد حدثتكم آنفا وجاب لهم القصة كاملة أن هذا رجال محبوس في جزيرة بالسلاسل فأمثال هذه الدلالات تشير إلى أن الدجال واحد شخصية ابتلاء من الله له وللخلق أطال الله عمره وذلك في قدرة الله وإرادته ليس بشيء بسيط لا يعجزه شيء كن فيكون لا يعجزه شيء وهذا قول قول الثاني أن الدجال نفسه شخصيته يعني تطورية أنه دجال يعقبه دجال كمثل الخلافة في الآدميين نبي يخلفه نبي يخلفه نبي حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلي فالدجال يخلفه دجال يخلفه دجال حتى يأتي خاتم الدجالين الدجال الأكبر التحطوح الكبير أي يعني العتل تبعهم الكبير وأن هذا الدجل كله يتنامى يتنامى بصنعة الشيطان وشراكة الشيطان يتنامى هذا الدجل يتنامى وكل دجال يجي أمكن من اللي قبله أعرف وعنده تجارب السابقين سواء في السحر والمعرفة حتى يجي صاحب الدجل الكبير المقصود وهذا يدل على دلاء الأخرى في السنة منها تتبع النبي لبن صياد وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقسم بالله أن بن صياد هو الدجال صياد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة قصة بن صياد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتلمس فيه أنه يرى فيه سنحة الدجال وصبغة الدجال بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قبل الدجال يظهر ثلاثة دجال في رواية ثلاثون دجال إذن هناك دجالين يظهرون قبل المسيخ الدجال إذن هناك تطور للدجل إذن هناك تفرع لهذا الدجل كل هذه تدل على أنه يمكن أن يقال هذا القول ويمكن أن يقال هذا القول كيف يمكن الجمع بينهم يعني استصعب العلماء ذلك ومنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا لكن كله في النهاية موجود يرجع إلى قضية أنه الدجال هو من بني آدم وأن بداية الفتنة الشيطانية في صنعة الدجل من أيام قابيل وهابيل وكيف تلاعب الدجال الشيطان على قابيل حتى أوعز إليه قتل أخيه وقصة طويلة عريضة في تفصيلها نشأ هذا الدجل من أول الزمان أول بني آدم ولا زال هذا يتطور ولا زال الآدميون الوكلاء للشيطان نحن نسميهم وكلاء الشيطان لا زال للشيطان وكلاء يعملون له في وسط صفوف البشر وينفذون خطته ويجرون أعماله ويعينهم على ذلك شياطين الجن يتعاونون على ذلك وهذا أمر واقع يعني ممكن أي واحد يقول هذا الكلام يا شيخ ما يدخل العقل يا أخي لا تخوفون كما قلت ترعبون بس هكذا من أشياء يعني غير غير موجودة كيفك هذه إرشادات معصومة هذا القرآن معصوم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم إذا أنت عندك مشكلة في قضية أصلا الخطاب الرباني وعصمته هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى يبغل أن نرجع معاك وراء ونقفل صورة الكهف ونقفل يعني نقفل ونبدأ من الأول ونبدأ من البداية الله فيه ولا ماهو فيه والأنبياء فيه ولا ماهو فيه يعني قضية نعم نحن الآن نتكلم عن دلالات صريحة وواضحة نعم والآن فيما يأتي من الكلام سننزل تطبيقاتها نشوف تطبيقاتها في الواقع فيه دجال ولا ما فيه دجال